بعد الانتصارات الكبيرة لكتائب المعارضة في درع المعارضة السورية بدأت بالتحرك نحو مطار الثعلة العسكري وقرية الدارة المحاذية في ريف السويدة فصائل المعارضة التي رصت صفوفها وأعلنت معركتها الجديدة تمكنت بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام من السيطرة على حاجز الكوم وقرية سكاكا بريف السويدة مصادر معارضة أشارت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن مقاتلين معارضة استهدفوا تجمعات قوات النظام في مطار الثعلة العسكري محققين إصابات مباشرة في صفوفهم التقدم الجديد لكتائب المعارضة نحو السويدة يأتي بعد سيطرتها بشكل كامل على اللواء 52 وقرية المليحة الغربية بريف درع هذه التطورات المتسارعة دفعت بقوات النظام إلى قصف بلدة المليحة الشرقية بخمسة صواريخ من نوع أرض أرض كما استهدفت طائرات النظام بلدة نيحتة ومليحة العطش والكحيل والكرك الشرقي وفي باقي التطورات الميدانية أفادت لجان التنصيق المحلية بأن قوات النظام شنت حملة قصف عنيفة على مناطق في حي جوبر الحي الذي يشهد اشتباكات متواصلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة قوات النظام صعدت من حملة قصفها أيضا على مدينة داري المحاصرة منذ عامين ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين كما استهدفت في قصفها المزارع المحيطة ببلدة خان الشيخ وبساتين مدينة الكسوة بالغوطة الغربية من جانب آخر تمكنت فصائل المعارضة من استهلاف تجمعات قوات النظام بصواريخ لجراد في بلدتي جورين وعين سلمو بريف حمال غربي يأتي ذلك في مشن النظام غارات على قريتي أبو الغر والحسناوي بريف حمال شرقي بطرس موسى العربية اشتركوا في القناة